ليلة ليست بالهادئة على الإطلاق عاش على إقاعها سكان العاصمة السورية تبقى تفاصيلها الحقيقية بعيدة عن الوضوح الكامل ما أعلنه العلام الرسمي هو أقرار سوري رسمي بقصف إسرائيلي تقول دمشق أنه استهدف مواقع عسكرية جنوبي العاصمة بصواريخ وأن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت له في خبرها أعلنت دمشق مقتلة وإصابة عدد من جنودها لم تعلق إسرائيل وبقي الخبر في إطار الرسمي السوري وما أضاف إليه من تفاصيل المرصد السوري الذي قال من جهته نقلا عن مصادر ميدانية أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع تابعة لحزب الله جنوبي دمشق وفي ريف درعا الشمالي وأنه أوقع قتلا من بينهم أيضا عسكريون سوريون ولم يحدد المرصد جنسيات القتل الآخرين الذي قال إنه من الميليشيات الإيرانية وحزب الله هو قصف تم في الليلة الأخيرة من شهر أغسطس في واقعة تكرر بطريقة مماثلة في الأسبوع الأول من الشهر ذاته وحينها اعترفت إسرائيل بغارات نفذتها طائرتها على جنوب سوريا قالت إنها جاءت ردا على عملية زرع عبوات ناسفة تم أحباطها في هضبة الجولان المحتلة ترجمة نانسي قنقر